ترأس وكيل محافظة المهرة نائب ورئيس إدارة صندوق التنمية البشرية بالمهرة صالح محمد بن عليان الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة الصندوق بحضور المدير التنفيذي للصندوق أحمد سعيد جمعان وناقش الاجتماع مهام الصندوق وعددا من الموضوعات المتعلقة بعمله خلال الفترة السابقة وتقديم لاحظات ومقترحات لتطويره مستقبلا في الاجتماع أشار الوكيل إلى أن الصندوق التنمية يقوم بعدة مسارات بالتنسيق مع الجامعات الداخلية والخارجية وبدعم العديد من الدورات بالتنفيذ مع مكاتب حكومية منها في الصحة